ان شاء الله عندنا نتعاش بكرة ونفرح ونفرح معاكم بعد المباراة لكن النهاردة فيه تغطية خاصة لمباراة الاهلي وصاندوانز في مباراة العودة ان شاء الله المباراة غدا الساعة الثلاثة عصرا على استاد ملعب لوكاس موريبي ملعب لوكاس موريبي بيسع لتسعة وعشرين الف متفرج او تحديدا تمانية وعشرين الف وتسعمية هنديكوا جوالات في قلب الملعب عشان تشوفوا الملعب وتحسوا بالاجواء قبل المباراة زملائنا في جنوب افريقيا فروق صلاح ودكروري وكل الشباب هناك عاملين شغل ما شاء الله حايل هتشوفوا الاستاد وعشان تحسوا الاجواء الملعب ده كان بتلعب عليه تدريبات في كاسل على ما تلعبش عليه ما تشاط على ما تذكر كان لسعادات المتخب الالماني الملعب ده تمانية وعشرين الف وتسعمية احنا لعبنا على الملعب ده في الفين واحد النادي الاهلي تحديدا لعب في الفين واحد وكان اسمه وقتها سوبر ستاديوم سوبر ستاديوم اتغير هذا الاسم في الفين وعشرة لملعب لوكاس موريبي مين لوكاس موريبي ده؟ لوكاس موريبي ده ده رياضي من جنوب افريقيا وتحديدا من بريتوريا انا عايز وانتوا بتشوفوا اللقطات والملعب هتعرفوا يعني في تراك حوالين الملعب فده بيخف الضغط شوية للعيبة كل الحاجات دي بتفرق طبعا مع اللعبة بيخف الضغط عكس ملعب مثلا زي مازينبي الجماهير جوه الملعب فيبقى الضغط اشد ده غير طبعا انه فريق سندونز ده فريق بتاع كورة فريق ممتع في لعبه هم مسمينه البرازيليين عشان لابسين نفس لبس البرازيليين ومفتوحين على طبعا امريكا الجنوبية الملعب قدامك ده زي ما قلتلكه هو 28900 تشجيعا للجماهير قالوا امبارح والايام اللي فاتت عشان يكون الملعب ممتلعا اخره في هذه المباراة المهمة بالنسبة لهم انه اي حد يلبس تشير تصفر هيخش من غير تسكرة عشان يكون في عامل ضغط على النادي الاهل لكن ان شاء الله ده كله مش هيفرق مع لعبي النادي الاهل زي ما قلتلكه تغير اسمه من سوبر ستاديوم لي لوكاس موريبي في 2010